خالي نقل لك على الطاير كده حاجة أظنها لطيفة إحنا وإحنا قاعدين أنا وزمالي وأصدقائي بنتفرج على المطش شاء الله علي القدير إن أنا زمالكاوي الوحيد اللي قاعد جوه الأوضاعي والباقي كله أهلوية كان مجارة العايدة الغالبية دايما أهلوية مش دي المسألة المسألة إحنا بنتفرج إزاي إحنا عاديين عمالين بنتفرج ده أهلوية أو كل دول أهلوية وإنا زمالكاوي الوحيد صحيح بس مفيش حد جيه علي يعني في التشجيع لما بيخش حد تاني بقى مثلا يخش عصامي خش خالة فاروق بتأزمالكاوي زي حالتي فبنخش قاعدين بنتفرج وإحنا بنتحك وبنهزر وبنشجع كله حافينا الفريق بتاعه وجبنا مش عارف ساندويتشات وجبنا شاي وقهوة وقاعدين ولا في حاجة مطش يعني إيه مطش يعني كورة رياضة رياضة يعني شجع فلان النهاردة كسب فلان بعده هيكسب طلعت عادل زي نهاردة ماشي الحال إلى آخره قادي كل القص أنا في رأيي المطش بتاع النهاردة كان مطش هادي أكتر مما يجب أكتر مما يجب أهلي وزمالك اللي اتنين ما لعبوش بطاقتهم أنا كنت مستني مطش في أكشن أكتر من كده بكتير وكنت مستني أهداف تتحط بحرفانة أعلى من كده بكتير وكنت مستني أهداف تتصد بكفاءة أعلى من كده بكتير وما أظن ما أظنش مجرد ظن أن ما فيش حد يختلف معي على ده مين كسب مين ما كسبش تعادل ولا مش تعادل التعادل يا صاحب في صالح مين مش دي القصة تاني أنا من أنصار رياضة إحنا بنتفرج على الرياضة علشان بناستمتع وكل واحد يشجع النادي بتاعه وميت فل واربعتاشر عادي خالص بس أنا كنت أحب أشوف الماتش إيه أكثر سخونة كنت أحب كده خصوصا لأنني شايف جمهور زمالك في المدرجات وجمهور أهلي في المدرجات وده كان برضو من ضمن بواعس فرحتي كده وتفاقلي وطالله شكله الجمهور يفرح وبتبقى حاجة جميلة وظريفة وجمهور بيدي روح كده وحماسة وسخونة للمباريات حاجة عظم على العظم وبالمناسبة خليني أحيي بقى هنا الجمهور الجمهور كان أكتر من رائع لطيف وظريف وزكي وحكيم ومقدر المسئولية اللي عليه إنه النوع ده من المتشاط لما بتبقى بحضور جمهور وللاقي الجمهور بالتزام رائع من الجانبين أهلوية وزمالكوية ده بيشجع أكتر على إنه نزود أعداد الحضور في المتشاط ونملى المدرجات وتبقى حاجة عظمة على عظمة